اي كنت الافتراس في البحر الاحمر اسماك البركودة اسماك البركودة في انواع منها كتير جدا في منها العجام وكنات والزرقان وهنتعرف لك على كل نوع فيهم وهنعرف الفروق بينهم وهنتكلم عن سمكة البركودة والبيئة البحرية اللي عايشة فيها سمك البركودة بيختلف عن بقية الاسماك لانه من ذات الدم الحار وسمكة البركودة تقدر تتكيف اه في درجة حرارة اعلى من بقية الاسماك اللي موجودة اه معها في المياه. سمكة البركودة ممكن تاكل في كل اجواء الطخس السيئة. ممكن تاكل معك في الازيب تاكل معك في في العسام تاكل معك في الوقت الصلبة تاكل معك في الليل تاكل معك في الصبح مالهاش وقت معين ان هي تفترس فيه. هي بتفترس لما درجة الحرارة بتاعت المياه اه مناسبة ليها ولما تجوها. لان الاسماك ما بتاكلش في كل وقت الفكرة اللي متاخدى عن الاسماك ان السمك المفترس طول اليوم بيقعد يجري ورا بعضه ويفترس في بعضه. وان الكلام ده كلام مش مزبوط. السمك بعيش في بيئة متماسجة مع بعضي. تلاقي سمكة كبيرة ماشية مع جمي سمكة صغرة. تلاقي سمكة من فصلتين ماشيين جمي بعض. لو انت بسط لاصراب الاسماك ويمشي جمي بعض. هتلاقي السمكة بديها ظهرها للسمكة بكل امان. والسمكة قادرة انها تفترس السمكة اللي قدامها وتاكلها ما بتاكلهاش. وتلاقي ان السمك ماشي في امان تحس ان في امان تحت في المياه. وفي وقت معين تلاقي كله بفترس بعضه. ده بالاضافة للمعلومة اللي انا برضو ضفتها في الفيديو اللي فات قلت ان الاسماك ممكن سمكة كبيرة او سمكتين تلاتة كبار يبقى عايشين مع سرب صغير او سمك اصغر منه او اضعف منهم. يأكل من السرب دوت ويحرص السرب ده. يعني يأكل من السرب ويحرص السرب يحرصه ان هو لو سمكة مصابة في السرب يكلها. لو سمكة غريبة دخلت في قلب السرب يهجم عليها يضربها او يهجمها عشان قطر يحمي نفوزه او يحمي المنطقة اللي هو موجود فيها او يحمي السرب اللي هو موجود فيه سبحان الله يأكل من السرب ويحمي السرب. والسرب تبص تلاقيه بيمشي وراه. يعني هو المفترس تلاقي السرب يمشي وراه وبيسمع كلامه ومحيط حواليا. يعني ممكن تلاقي مسلا تصدفنا مسلا مرة جبنا سمكة باركوداية وطلع وراها كمية عيجة كبيرة جدا. اسماك اللي عيدة اللي طالع وراها دي هي الاسماك اللي هو بيحرصها. يعني تلاقي السمكة بتحرص سمك تاني. طب منين بتحرصه ومنين بتاكله? هي بتتغزى عليه. وبتاكل المصاب منه. وبتاكل اللي هو آآ ليه سلوك غريب عن السرب. اي حد يشز في السلوك عن السرب اللي هو يخش يهجم ويأكله. او يأكل آآ الاسماك اللي هي بتيجي تختارك المجال او البيئة اللي هم موجودين فيها. او في منطقة النفوس بتاعتهم يبتدي ان هو يضربها او يكلها. فاسماك البركودا آآ سمكة سيارة موجودة في طبقات الماء المختلفة. بتنزل تاكل من على حروف الشعب. وبتاكل من على آآ بين الطبقات وبتاكل من على فتح المية. ملهاش زون معين بيقى فيها. بتكيف نفسها على حسب درجة الحرارة الزون اللي هي موجودة فيه. بتنزل آآ آآ على حسب درجة الحرارة في المية. لان المية بتسخن الصبح بدري. بيحصل عمية تسخيم من اول من الشام سيطل على حد الساعة صلبة. فطبقات الماء دي بتتغير درجة حرارتها. فهي بتقوم موجودة من زون لزون 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 في مناطق مختلفة. طب. آآ سمك السيار افضل طعم ليه هو طعم من نفس البيئة اللي موجود فيها. انا هنجيب طعمها من نفس البيئة اللي موجود فيها. دي افضل طعمها ليه لكن هو بيأكل كل انواع الطعوم. بيأكل الطعوم الحية والطعوم الميتة. وبيأكل حتى اللحوم اللي هي خارج البيئة اللي هو عايش فيها. ممكن تجيب له مسلا فرخة ياكلها. تجيب له فار ياكله. تجيب له اي حاجة ياكلها. فيش مشكلة لانه سمكة اكلت اللحوم. والاسماك في منها اسماك اه اكلة اللحوم وفي اسماك اكلة العشاب وفي اكلة لحوم العشاب ودي هناخدها ان شاء الله في نفس السلسلة اللي احنا بدقنا دي اللي هي وانزيم الامنليز هناخده بطريقة بتوسع اكتر من كده هناخده ان شاء الله في حلقة المتفردة. لكن سمكة البركودة هي سمكة اكلة الحوم وشمكة شرسة جدا تمتلك عمود فقري قوي جدا اللي هي السلسلة بتاع تظهر عضمها ناشف جدا من انشف انواع الاسماك اللي موجودة في البحر فيها. واعداء سمكة عدائية جدا. يعتبر من اعداء انواع الاسماك اللي موجودة في البحر الحمر سمك عدائية جدا شارسة جدا في هجومها بتاكل الاسماك بشعراسة. بتمزق لحم الفريسة وهي بتاخدها. يعني حتى اي سمكة تتقص لك تأكيد براكودة لقصتها. البراكودة لو بتيجي تقص بتنهش مش بتقطع. اللي بيقطع الدراك بيقطع القرش بيقطع. القرط بيقطع. السمك اللي هو بسنان بيقطع. لكن البراكودة بتنهش. بتنهش الفريسة بتنهشها من اي مكان يعني. معظم الاسماك تلاها بتركز على عين السمكة تخش على الدماغ وتركز على عين وتنهش السمكة من عند العين دي الاسماكة القاعدة من خلال الشفط تشفط فتاخد الفريسة اه حتى تلاقي ان انت بتجج تلاقي الاسست جاي وهو فاضي من قلب السمكة التحكيمة. زي لانها بتشفط السمكة في الاسست عشان خفيف اول حاجة بيخش في بقء السمكة. فتلاقي سمكة البركودة ما ما بتشفطش. سمكة البركودة الشفط عندها مش هو الاساسي. سمكة البركودة بتخش على الفريسة تقص من اي مكان تقص من نص وتقص من تحت وتقص من فوق. سمكة آآ عشوائية جدا في طريقة الفتراز بتاعها وفي طريقة اكلها. طيب. اللي قد ده المستخدمة لسماك البركودة. السماك البركودة اللي بنركب لها خيط مصفر او خيط وير. الخيط الوير عبارة عن سلك. آآ مارين. السلك ده بيبقى عامل زي خيط كده بس مصنوع من السلك. السلك دوت عشان قاطر ما بتدرش ان هي تقطعه بسنانها وبتقطعه بردو بسنانها لو هي سمكة جبيرة لو هي عجام بتقطعه بسنانها. لان سماك البركودة في منها آآ انواع شارسة جدا زي العجام قادرة انها تقطع الوير دوت بسنانها لحد يعني. طيب خلينا نتكلم برضو عن العدة آآ اي عدة هتقدر تجيبها براكودة بس مهم ان يكون السن بتاعك يتحمل حجم السمكة وزناها اللي طلعها. واسنان السمكة. لما تيجي السطط حاجة اسمها زرقان دي نوع من نوع البركودة دي سمكة صغيرة وبوزهر فايع وحجمها ما بيتعداش كده. السمكة صغيرة اسمها اللي ايه الزرقانة شبه البركودة بالزبط يعني. آآ الزرقانة ديت آآ بتستطدها بوير خفيف او ممكن تستطدها بخيط وتخط فوق فوق الجلب حتة قشرة رصاص عشان خاطر بندرش تتمكن انها تقص الحتة الخط لفوق الجلب. ولما بتيجي تشبك معك في السن بتحاول انت تلم بسرعة ما بتعملش توقيفة وانت ماشي في الطريق وانت بتطلحها لان لو وقفت هتقطع لك الحتة لفوق السن وهتقصها. الزرقانة بتتجمع على نور اي نور بيتنور بمركب بتتجمع بكمات كبيرة جدا وبتخش على الجلهات وبتخش على الانوار او على الخرز او على اي حاجة زي كده. التلات انواع الزرقان او الكرنيات او الاجام هما دول انواع البركودة اكتر حاجة متوحيشة فيهم هو الاجام والاجام بسمكة متوحيشة جدا بتاكل كل انواع الاسماك بتفترس كل انواع الاسماك الحية والاسماك الميتة الاجام ممكن يمشي مع سمك اه اه اليف مهجموش عادي مفيش مشكلة ويحرصه وياكل منه المصاب وياكل منه المريض وياكل منه اللي خالف عن اه قوانين السرب وياكل منه في حالة ان هو جاع ياكل اي حد موجود فيه ما فيش مشكلة. والسمك داه عيش معاه وهو عيش مع السمك. إisième ممكن يعيش مع انسان يعني ممكن نغطاصي لكام يقرب من نحيته ما يقزهش مششارط إن هو بيأزي في الاربعة عشرين ساعة اربعة عشرين ساعة. والفكرة دي متصدرة للناس إن سمكة الليجام أو سمكة باركودة بتهاجم منناس اربعة عشرين ساعة. طبعا المعلومة دي ايه خاطئة. فلازما تعرف حاجة بهمة جدا. إن سمكة الاجام او سمكة البركودة ممكن تعيش مع اسمك في نفس الزون اللي عيشة فيه من غير ما تزيها وتمشي جنبيها ما فيش مشكلة وهي ما بتفترس طول الوقت مش الاربعة وعشرين ساعة سمكة عملة تفترس وتجري ولا سمك ممكن تكون موجودة مش جعانة وممكن تكون درجة الحرارة في الماء مش مضوطة على الرغم ان هي بتتحمل درجة حرارة اكتر سمكة بتتحمل درجة حرارة ممكن درجة الحرارة بتاعتها تصل الى ستة وعشرين وسبعة وعشرين درجة والعجام بينشط في درجة حرارة لحد سبعة وعشرين وستة وعشرين. معظم الاسمك العيمة كل سمك قبل لها درجة حرارة بتنشط فيها وبتفترس فيها وده ان شاء الله الله نعرفه في الكورس اللي احنا بدأناها ان شاء الله سمكة الاجام سمكة مفترسة جدا سمكة الاجام ملهاش قانون تصطادوا بيها سمكة عشوائية في الصيد بتاكل كل انواع الطعوم بتاكل في كل الاوقات تاكل بالليل تاكل الصبح تاكل الضهر ملهاز زون معين ممكن تقب فيه ممكن تاخدها من القاع ممكن تاخدها من وسط المايا ممكن تاخدها من فوق على حدسة درجة حرارة المايا ملهاز سروق في الصيد بتاعها ممكن تصطادها وش تصطادها جج تصطادها جر تصطادها تسقيط ملهاش طريقة صيد معين سمكة الاجام سمكة عشوائية جدا في صيدها وفي طريقة اكلها فمتوحيشة جدا لكن التكة المهمة اللي انا عايز اوضحها اكتر ان هي ما بتاكلش في الاربعة عشرين ساعة بتاكل وخلاص او اي اكل قدمناه تاكل اللي بدليه انها بتمشي مع سمك وحواليها سمك وما تفترس في كل اوقات تحياتي ليكو. والسلام عليكم وعلى الله وبركاته.